شفنا نهاردة طبعا مباراة نادي الزمالك المباراة الأولى بعد ما نادي الزمالك خلاص قدر يحصل على صدارة الدوري بعد تعادل النادي الأهلي المباراة اللي فاتت خلاص الزمالك بقى فرق الأهداف ولكن سريعا ما بيخسر تاني الصدارة بسبب خسارة النهاردة اللي كانت مفاجأة لناس كتيرة جدا ولكن كان لها ظروف مختلفة بشكل كبير ويمكن أهمها توقيت المباراة كان جديد على نادي الزمالك نادي الزمالك لسه لعب تقريبا مباراة من أربعة يامه وظروف الصفر بتاعة أسوان ولكن طبعا ده ما كانش مبرر دي حاجة حاجة تانية فريرة وعدم سباة التشكيل وعدم سباة طريقة اللعب وبرضه مفاجأة النهاردة في التشكيل الرجل بقى له مبارتين ما غير طريقة اللعب بدأ بعد ما كان بيلعب تلاتة مساكين وراء تلاتة خمسة اتنين أو تلاتة اربعة تلاتة أيا كان مشتقطها ولكن النهاردة المباراة التانية على التوالي بعد مباراة الإسماعيل اللي قدر يكسب فيها تلاتة واحد إنه هو يقدر يرجع يلعب بطريقته اللي هي أربعة تلاتة تلاتة بحيث إنه عودة دونجا بالنسبة له ومن الإصابة ودونجا كانش يستشارك مع الزمالك كان بحيث إنه دونجا يقدر يقوم بدور اللعيب رقم تمانية مع إمام عشور عشان يبقى فيه حرية كبيرة الإمام عشور يتحرك دايما بيزيد دايما يحاول يميل مع الوينج الرايت أو الوينج ليفت وبرضه إمام عشور بحيث إنه لو فيه كور تانية بتنزل إمام عشور متميز بالتزديدات بشكل كبير وإمام عشور زي ما اتكلمنا وقلنا إنه هو أهم واحد ومحرك رئيسي لنادي الزمالك عند إمام عشور إيه رأيك فيه أداء إمام عشور النهاردة إمام عشور النهاردة لنادي الزمالك كله ما كانش كويس كان فيه مشاكل كبيرة جدا في المساحات خلت لعيبة كتيرة تاخد قرارات فردية فقرارات فردية دي بالتالي مع شجاعة لعيبة أسوان ومع الضغط العالي اللي كان بلعبه في وقات معينة كابتل أيمن مدرب أسوان ده خلى فيه فردية كتير فبالتالي فيه ميس باس كتير فبالتالي فيه كور كتيرة بتتشتت وده أكيد هنشوفه بالحالات ولكن زي ما بقولك طريقة اللعبة 4-3-3 وحاول لعبها ولكن النهاردة كان فيه مشكلة في خطوط بتاعت نادي الزمالك كانت كلها بعيدة عن بعض زائد أن أسوان فاجئ نادي الزمالك بالأسلوب اللي هو بلعبه وبلعب على طول على الكورة عالية بحيث أن الكورة التانية اللي بتنزل نادي أسوان يقدر يستحوز عليها وحاجة تانية ما بيكانوش بيخلوا نادي الزمالك يقدر يعمل البلدوب أو يقدر يمسك الكورة من تحت ويطلع من تحت بالكورة فكانوا بدغطوا ضغط كبير جدا وده برضو اللي هنشوفه بالحالات ولكن برضو من النقط المهمة جدا والعوزين نتكلم عليها وهو الأخطاء المتكررة ماينفعش ماينفعش نادي بحجم الزمالك يدخل فيه تلات أهداف من كور سبتة بنفس الطريقة في مباراتين واربعات يمكن لو نشوف بالزبط نتكلم على الكور السبتة أو ركنيات بمعنى الصح والكور اللي تتلعب دايما على الزوء القريبة لو الحالات جازة معنا نشوف الأول دي مبارات الزمالك والإسماعيلي من أربعة أيام فقط في أول فشوف في ديئة كان في ديئة التالتة بالضبط صالح جمعة بيعمل أوفر على القريبة وبيقدر النادي الإسماعيلي بيحرز هدف من خطأ في التمركز كالعادة خصوصا على الزاوية القريبة بنشوف أن لعيبة نادي الزمالك ما بتبقاش شرسة أوي في أن هما يطاعوا على الزاوية القريبة ببص هنا كورة بتتلعب على الزاوية القريبة للعيبة نادي الزمالك ولكن برضو الكورة بتتلعب وخطأ مباشر في أول ثلاث دقائق في المباراة كان هيصعب المباراة على نادي الزمالك في مباراة الإسماعيلي مباراة اللي فاتت ولكن نادي الزمالك قدر يحرز الهدف بعد أربع دقائق من خطأ فيه دفاع نادي الإسماعيلي فقدر نادي الزمالك يرجع لمباراة بسرقة النهاردة اللي حصل العكس نادي الزمالك نشوف الكورة نشوف الجنبة بتاعه أعين أتكلأ جوند في الديئة الرابعة. يعني إحنا كنا جايبين جون الإسماعيلي في الديئة التالتة. الجوند في الديئة الرابعة. نفس برضو مشكلة في التمركز. ولكن هنا الموضوع على الأقريبة أكتر من مباراة إسماعيلي. مباراة إسماعيلي كانت قريبة في النص شوية من نص جون. ولكن هنا كانت على الأقريبة. ونيأجي لما نشوف العادة بتاعت Tigers. نشوف الخطأ في التمركز من لعيبة نادي الزمالك. خصوصا الراجل اللي مغطي على القريبة لأنه ما ينفعش الفرود يعني نبص هنا بص عندك فيه كامل عيب لنادي الزمالك عندك واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة على اتنين فقط من أسوان لاعب لاعب نادي أسوان بيزبق قبل الراجل اللي نمسك القريبة ودي كانت خطأ وعيب كبير جدا جدا أنه يتكرر تاني في نفس التوقيت وفي نفس بداية المباراة وبعد إحراز أسوان الهدف ده نادي الزمالك ما قدرش يرجع المباراة بسرعة وده اللي صعب المباراة بعكس مباراة الإسماعيلي لو نشوف الجون التاني برضو بتاع نادي أسوان من الناحية التانية ركنية كانت تانية من الناحية تانية بص هنا راجل مفروض يعني طبعا مفروض هنا دهزياد سيف الجزيري مفروض أنه هو يزبق الراجل أن الكرة أصعب بشكل كبير ولكن لعيب أسوان تدخل فيها وأدى إلى الخطأ بتاع محمد عبدالغاني أن الكرة تغبط فيه ويحرز الهدف الأول لأسوان نفس الكلام برضو الهدف التاني لأسوان من كور سابتا وزي ما بقول لك شايف برضو خطأ في الكرة القريبة مفيش حد بيطلع يعمل التاكوف من العرضة القريبة ودي كان خطأ كبير جدا جدا من نادي الزمالك فمش معقولة نادي بحجم نادي الزمالك بيلعب في أفريقيا ضغط بتاع مباريات دي كلها أن في مباراتين فقرة بيدخل فيه تلات أهداف من كور سابتا الأخطاء النهاردة اللي شفناها من نادي الزمالك في الكور السابتا لو نيجي بقى نتكلم نشوف نادي أسوان أحييك على والله الشغل المحترم وأنا أحييك عليه ده غلطة مين؟ غلطة مدير الفني غلطة مدير الفني وغلطة لعبين والله هي تواهاية من اللعيبة غلطة مدير الفني وغلطة لعبين أكيد فيت محللين أداء وأكيد فريرة شاف الناس دي بتلعب ازاي والضربات السابتا بتاعتهم ولكن زي ما قلت لك في الكورة الهدف الأولاني سيف الجزيري مفروض يبقى رتمه أسرع من كده مفروض يبقى أجريسيف أكتر من كده عزيزي القرائبة ولكن الرجل بتاع رغم وضعه التشريحي رجل اللعيب أسوان ما قدرش أنه يلحقها ولكن تدخل فيها وأدى إلى الخطأ محمد عبدالغاني تلغبط وتخش فيه جونه ترجمة نانسي قنقر